من شروط وجوب الحجة البلوغ والبلوغ يتوفر فيه العقل والرشد يعني يكون عاقلا راشدا أي مميزا عاقلا مدركا للأمور عارفا بها فالبلوغ يحصل به تكليف والتكليف أيضا مناطه العقل ولهذا هذا الوصف هو التكليف ينتظم هذين الشرطين شرط العقل وشرط البلوغ فمن لم يكن عاقلا فلا حج عليه ومن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الحج لكن يصح منه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة النفع رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله لي هذا حج قال نعم ولك أجر أي لك أجر على ما تعانينه في تكميل فرضه في تكميل هذه الشعيرة هي ليست فرض من نسبة له لكن في تكميل هذه الشعيرة هذا الركن وهو في حقه مستحب لذلك الإجماع منعقد لا خلاف بين العلماء أن الصغير إذا حج قبل البلوغ فإنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج جاء في الصحيح أن ابن عباس في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أن ابن عباس قال خذوا عني خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى وهذا يدل على أنه يجب على الصغير إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام والحجة الأولى هي من المستحبات والمندوبات التي يندب إليها عند التمكن وعدم المشقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رفعت له صبينا لهذا حج قال نعم لك يا أجر